اشتركوا في القناة الأغذية النباتية الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والماء القلوي على أقل ثلاث لتر يوميا ثم عند العشرين بالمئة تتناول أغذية حمضية هي الأغذية الحيوانية الألبان ومشتقاتها والدقيق الأبيض والأرز والمعجنات والسكريات والدهون لآخر لكن طبعا نحن ما عندنا هذا الشي حتى يكون الجسم الإنسان سليم وبعيد عن امراض لازم يكون عندها التوازن بما أن هذا ما موجود ونظرا لضعف الغذاء في مجتمعاتنا قدمت لنا ديكسين فكرة ممتازة لموازنة الحمضية والقلوية سنقدمها في شرائح القادمة بما أن الأساس الخامس هو توازن الحمضية والقلوية فقد قدمت لنا ديكسين مجموعة من الأغذية الوظيفية المتوازنة ذات الخصائص القلوية هذه تساعد على موازنة حمضية وقلوية الدم إذا أوضيفت في البرنامج الغذائي اليومي بشكل دائم يعني الآن الفكرة من هذه الأغذية التكملية ليست للمرضى وأمراض بعينها إنما هي إضافة يومية إلى وجباتنا حتى نوازن الحمضية والقلوية كما هو المعلوم في قاعدة الحمضية والقلوية والهرم الغذائي هذه الأغذية الطبيعية التي تقدم ديكسين تعمل موازنة تعمل موازنة وبالتالي لما الجسم تتوازن عند هذه الأمور تلقائيا يحارب أمراضه بنفسه لأنه تقوى لأنه صار على نظام رباني طبيعي هذه الأغذية سنتحدث عنها بشكل تفصيلي فيما سيتمنا الشرائح وهذه أغذية متوازنة الطاقة من أنواع الفطر الفطر أخوة يعتبر غذاء عالي القيمة ويحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا لجسم الإنسان الفطر كائن طفيلي يتطفل على غيره لا يحتوي على مادة اليخضور الكولوروفيل وبالتالي يضطر أن يتطفل على غيره حتى يأخذ منه غذاءه هذا الحكمة ربانية أرادها الله تعالى حتى يستخلص هذا الفطر العناصر الغذائية من الشجرة ومن أي شيء ينمو عليه حتى يعطيها للإنسان على طبق من ذهب الفطر الريشي لما ينمو على جذوع الشجر يمتص منها عناصر الغذائية يقدمها للإنسان حتى يأكلها بشكل جيد ويغذي جسمه وهكذا فطر عرف الأسد ينمو على جذوع الشجر فطر كورديسيبس ينمو في أعالي جبال التبت على دودة يستخلص منها العناصر وبالتالي هو غذاء مهم جدا للجهاز التنفس الريتين القلب والكبد والكيلة والدورة الدمية بشكل عام هذه الفطور تفيد الجسم في هذه الناحية وهذه أغذية غنية بالعناصر والألياف الغذائية والخمائر والإنزيمات عندنا بدءا بالطحالة بالإسبرولينة هذه عبارة عن طحلبة تنمو في البحيرات المالحة تحوي عناصر غذائية هائلة جدا سبحان الله مادة اليخضور فيها بكثرة هذا الكلوروفيل أو اليخضور يعتبر الدم في جسم النبات هذا مفيد جدا للهيموغلوبين وما يسمى بخضاب الدم لجسم الإنسان ويعطي لنفسه تغذية رائعة بالإسبرولينة عندنا كذلك فاكهة النوني عصر المورنزي هذه الفاكهة تحوي خمائر وبكتير نافع وأنزيمات هائلة جدا كذلك هي تحتوي الإسبرولينة والمورنزي على ألياف غذائية وأقوى هذه المنتجات في الألياف غذائية منتج ميكوفيجي يعني عبارة عن مكنسة للقولون مثلما ننظف أسناننا يوميا يجب أن ننظف جهازنا الهضم يوميا بمكنسة القولون الميكوفيجي